لو قلنا عن فيلم شئو شايفين كوكبة كبيرة من النجوم محمد ممدوح عمري يوسف دينا الشربيني أمينة خليل وطبعا ظهور خاص للفنانة الكبيرة نجمة يسرة الكيميا اللي احنا بنشوفها دايما ما بين عمري يوسف ودينا الشربيني وأمينة خليل ومحمد ممدوح لانه بنشوف دايما دايما محمد ممدوح وأمينة خليل ودايما هي بتطلع تقول انا احب اشتغل مع محمد ممدوح وماجد الكدوان يا دايما دايما تطلع تقول كده ودينا الشربين يمكن شفناها قبل كده في عمل مع عمري يوسف الكيميا الحلوة اللي ما بينهم دي مخلية الاستمرار اللطيف ما بينهم في أفلام ومسلسلات وبتنجح يعني احكي لنا عن التوليفة دي في فيلم شئه خلينا نقول ان التوليفة دي موجودة من فترة من 8 سنوات 2016 تحديداً كان فيه فيلم كدب تقول يوم عمري يوسف محمد ممدوح ومينة خليل الفيلم ده حق نجاح كبير جداً كان رومانسي كوميدي اتكررت التجربة كتير بعد كده كان اخيرها لو شفنا فيلم وش في وش كان من انجح افلام السلمة مصرية السنة كان قريب قوي 2013 محمد ممدوح ومينة خليل فيلم كان كوميدي اجتماعي هيل جداً عمر يوسف بيكرر برضو التعاون دينا الشربيني موجودة في نفس التوليفة برضو فبالتالي هما بيطلعوا كلهم في كل حتى الانترفيز بتاعتهم بيتكلموا ان احنا بنرتاح لبعض بنعرف نشتغل مع بعض وده بيظهر على الشاشة حقيقي الفيلم اللي شافه لا فيه كمية هيلة جداً وهنلاقي فيه اللاينات المختلفة عمينا خليل محمد ممدوح فاهمين بعض قوي دينا الشربيني عمر يوسف عمينا خليل عاملة دور تقريباً رقاصة رقاصة وعلى فكرة ده دور جاري جداً ودبر راهة تماماً جداً جداً تحدي ليه جداً لو حللنا الشخصيات عمر يوسف ومحمد ممدوح هما صحب قوي وكلمة شئه جاية من فكرة الشقيق شئيق محمد ممدوح بيقول لعمر يوسف يا شئه يا شئه اسماعيل فبالتالي جابوا الاسم من هنا الاتنين بيكونوا صابوا بيعملوا بعد كده حاجات معينة يعني مش هنحرق الفيلم النجمة يسرى هي مش ظهور بس وصلاً هي بطلة من أبطال الفيلم وده يحسب ليسرى مش أي حد يوافق انه يطلع مع اتنين نجوم أو أربع نجوم على فكرة يعني انه نقدر نقول الفيلم خمس نجوم أبطال فيسرى من النجوم الكبار واللي شالت أفلام كبيرة جداً فجرأة واحترام للنجوم التانية انه يسرى تطلع ودورها على فكرة جارئ جداً الدكتورة يعني الناس اللي هتشوفه هتعجب بيه جداً محمد ممدوح كومبيلت كوميديا مع الأكشن في الفيلم فالناس هتحبه عمر يوسف أنا بشيت بيه في حاجة الفيلم فيه أكشن كتير جداً فيه أكتر من معركة وفيه أسطح عمرات وفيه مباني وفيه وفيه عمر يوسف عملها بنفسه عمر يوسف عمل الأكشن بنفسه وكان متعلق في الوارد فكان فيه أكشن فيه جرة أكشن في الفيلم كبيرة جداً تناسب عيد الفتر دايماً بنحب الأكشن في العيد ودايماً جمهور العدية بيحب الأكشن في العيد بنحب الأكشن في العيد وبنموت في الكوميديا في العيد دايماً الكوميديا ها المنطقة الأهم والمساحة الأهم في أفلام العيد نروح من شقه لفاصل من اللحظات اللذيذة أنا معجب جدا باسم الفيلم فيلم لطيف ويشد الودن ويشد العين كمان فاصل من اللحظات اللذيذة لهشام ماجد هانا الزاهد وتجربة جديدة ومختلفة وكوميديا كمان مختلفة بشكل كبير المركز التاني بعد شئه شايف ده ازاي وجرعة الكوميديا اللي بيقدمها فاصل من اللحظات اللذيذة هو زي ما تكلمنا عن تصنفات أفلام العيد الأكشن طبعا بيجي في الصدارة فبيجيب أعلى الرضوط الفيلم التاني فاصل من اللحظات اللذيذة هو فعلا لذيذ ده أنا بقول من دلوقتي يصلح لكل أفراد الأسرة هو لكل أفراد الأسرة الفيلم في جرعة كوميديا كبيرة جدا الفيلم مدته 120 ديئة وحشام ماجد بقاله فترة كده متقلق بطريقة أشغال شقة يعني عمل بجد هو قبل كله عمل حاجات كتير جدا سواء دراما تلفزيونية أو سينما فهو كل سنة بيعمل حاجة مترقعة ودائما أفكارهم ترقعة المفاجأة بقى هنزهت طبعا بتحمل أفلام كوميديا ومسلسلات الفترة فاتت لكن دورها في المسلسل ده في الفيلم ده عالي جدا دورها الكوميديا هنا طبيعية قوي يعني الناس اللي بتشوفها نزهت هتشوف الكوميديا طبيعية جدا هتشوف فيه كميا بينها وبين هشام بطريقة غريبة جدا كمان الطفل جان رامز بعد نجاحه في المعلم في رمضان مع مصطفى شعبان الطفل ده لذيذ وهيكون من نجوم المستقبل يعني أنا بقول إنه هيكون من نجوم المستقبل طفل طبيعي جدا هو كمان هو تقريبا كان في فيلم مع أمير كرارة البعبة صحة البعبة كان ابنه وكان برضو نفس اللماضة بتاعت الطفل دي بس بشآوة شوية فالفيلم هنا بيقدم فكرة الأكوان الموازية أو الأكوان المتعددة ففكرة إن إحنا ندخل في بوابة زمن وندخل في زمن تاني اتعالج دي تيمة موجودة مش قصة منحوطة ولا حاجة لا هي تيمة موجودة بس إزاي نعالجها لا هنا الفيلم معالجها بشكل كويس جدا هنلاقي في زمنين في الفيلم الزمن الطبيعي بتاعنا المهندس الفاشل لما يروح في الزمن الموازي هنشوف حاجتين مختلفين جدا لكن هايلين جدا